ومن أهم ما وصلت إليه بالوتائق وليس بالعاطفة أن مشروع الفاتيكان اليوم بل ويزداد شراسة هو اقتلاع الإسلام من جذوره وأن كثيرا من الحركات السياسية والمخططات التقافية والمؤسسات الإعلامية ظاهرها نشاط حضاري وباطنها عمل مربوط مباشرة بالفاتيكان ممول من البابا وهدفه دين محن واقتلاع الإسلام ناهيك عن التنصير وخصوصا في آسيا وإفريقيا وأيضا بلاد المسلمين لكن هذه المرأة العظيمة لم تكتفي بهذه الواجهة الواجهة الأولى هي تدريسها لتخصصها والواجهة الثانية هي ذوذها عن القرآن وكشفها لمؤامرة الفاتيكان عليه ثم كشفها لكل المؤامرات الكنسية وإنما ذهبت إلى محور تالت أيضا أبدعت فيه إبداعا خاصا كتب الله لها هواية الرسم فكانت ترسم وهي رسامة عظيمة وقد نظمت أكثر من خمسين معرض في كل عواصم الدنيا من أقصى أوروبا إلى أقصى آسيا والعالم العربي وبلادها أيضا وكانت يعني تعرف إقبالا واسعا على هذه اللوحات رغم أنها ترسم وفق الضوابط الشرعية فهي لا تجسم الوجوه وهي لا ترسم إلا في إطار يعني ما يقول الفقهاء مما يباح في الرسم ومع ذلك أطلع رسمها جميلة جدا أنا أهدتني شخصيا اللوحة من لوحاتها أعتز بها لأنها جميلة ورائقة ولكنها لاحتكاكها بعالم الرسم حتى أن أطرحتها للدكتورة كانت تحت عنوان فانسون فانغوغ نفسيته من خلال رسائله وفانغوغ هو أحد أعظم الرسامين الكبار في مقام ليوناردو دافينشي وميكل أنجلو وغيرهم فهو من الطبق الأولى من الرسامين الكبار فمرأة خبيرة بالرسم ممارسة وخبيرة بالرسم دراسة أكاديمية فإذا بها تكتشف يالا الهول لتعمقها في هذا المجال هواية وتخصصا تكتشف أن الفن الحديد أي ما يسمى مودرن آرت ليس طيارا ولا اجتهادا ولا تقليعة ولا حتى الشدود وإنما هو مخطط ورغم أن كثير من الناس لا يقرأون ثم يردون عليك بأن تضحية نظرية المؤامرة أنت مهووس وموسوس بنظرية المؤامرة لكن المرأة أثبتت في كتاب فريد قال عنه بعض المنصفين أنه أهم كتاب ظاهر في المكتبة العربية في النصف الثاني من القرن عشرين وقد كتبته بالفرنسية ونشرته بالفرنسية ثم ترجمته إلى العربية ونشرته بالعربية وعرف حصارا شديدا وإقبالا كبيرا من الجهة الأخرى وهو كتاب لعبة الفن الحديث بين الصهيونية الماسونية وأمريكا وفعلا عندما تقرأوا هذا الكتاب من امرأة متخصصة في نقد الرسم وممارسة بموهبة لهذا الرسم ترى عجبا ترى كيف أن الفن الحديث كما جاءت بالوتائق والأدلة هو محاولة لتدمير الفطرة الإنسانية ومحاولة لإفساد الذوق الجمالي الإنساني ومن وراء ذلك هو محاولة للقضاء على الدين والتدين لأن الأمر يبدأ بالتسليم لمرجعية جديدة مستقلة بقيم جمالية مستقلة قوامها العبتية واللا معنى والتجريد واللعب في الأشكال ولكنها تأوب في العمق إلى أن يصبح الفن الحديث دينا جديدا وراءه الماسونية ووراءه الصهيونية وقد جاءت هي بالوتائق والأدلة على ذلك وكانت أول ضحاياه إذ منذ أن نشر هذا الكتاب حرمت عليها كل المعارض لأن هذه المعارض وراءها الشبكة وراءها عصابة